حدثنا عبد الملك بن عمر قال حدثنا زهير يعني ابن محمد الفراسانية عن عبد الله بن محمد يعني ابن عقيل بن أبي طالب عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمرنا بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش قالت فقلت يا رسول الله إن لي إليك حاجة فقال وما هي فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما تر فيها قد منعتني الصلاة والصيام قال أنعت لاك الكرسفة فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فتلجم قالت إنما أثشجا فقال لها سأمرك بأمرين أيهما فعتي فقد أجزأ عنك من الآخر فرفاء قوية عليه ما فأنت أعلم فقال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيامين أو سبعة في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستيقنت واستنقعت فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصوم فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن بميقات حيضهن وتهرهن وإن قوية على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر وتصلين وكذلك فافعلي وصلي وصومي وصومي إن قدرت على ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي حثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شاريك بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمرنا بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش أنها أصتحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني استحطت حيضة منكرة شديدة فقال لها احتشي كرسف قالت إني أشد من ذلك إني أثشسجا قالت تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيامين أو سبعة ثم اغتسلي غسلا وصلي وصومي ثلاثا وعشرين أو أربعا وعشرين وأخيري الظهر وقدمي العصر واغتسلي لهم غسلا وأخيري المغرب وقدمي العشاء واغتسلي لهم غسلا وهذا أحب الأمرين إلي ترجمة نانسي قنقر